برحب بحضراتكم مرة تانية في البيت الكبير مشرفنا النهاردة الدكتور المهندس محمد زروج طبعا ده وحاجات كتيرة جدا حصلت يمكن في فترة قصيرة جدا لكن انت يمكن انا عايز ابتدي باخر حاجة انتوا راجعين النهاردة من الافتتاح البوابة الكبيرة جدا اللي شاهدناها يمكن حتى على قناة النادي الاهلي انت الحقيقة تيجي الاول يعني حقيقة تتغير وتيجي ولا جيت كده فعلا كلمنا عن ده محمد ده تم في وقت قد ايه وانت بتقول ان ده كان الهدف الاول اه بالنسبة لمنشآت يعني اه طبعا عايز ابتدي باخر حاجة احنا طبعا يعني برنامج القايمة الكابتون حمود الخطيب كان متضمن يعني كذا شكه كان شغالين على محاور كتير جدا اللي هو برنامج عائلة الاهلي كان فيه شكه منه اللي هو الخاص بالانشآت النادي وفيه شكه خدمي طبعا الاعضاء اللي هو متضمن اللجان والخدمات بقى في النادي من المنافذ والمطاع المخلافه وفيه طبعا الشكه الخاص بالنشاط الرياضي وشكه تسويقي واستثماري فكان عندنا كذا محاور مشين عليه يعني يمكن المنشآت خدت دور شوية الفترة اللي فاتت اشتغلنا علي بشكل كبير عملنا كذا حاجة سواء في الجزيرة او في مدية ناصر او في الشيخ زايد يمكن زي ما انت قلت النهاردة النهاية بتاعت اليوم كانت افتتاح البوابة في فرع الجزيرة او في مقر الجزيرة طبعا البوابة دي يعني ممكن ناس كتير بتاخد الموضوع ان هي بوابة تقولك مثلا دي بوابة ايوة في ناس تقولك اي عمال اللي عاملين بوابة يعني لكن هو الموضوع اللي يشكه اكبر من كذا بكتير بالنسبة لبوابة النادي الاهلي انت بتتكلمي في حاجة ده يعني الوجهة الخاصة بالنادي الاهلي يعني دي وجهة النادي الاهلي لأي حد بيعدي من قدام النادي أو أي حد بيخش النادي أو سواء من الأعضاء أو غير الأعضاء أو الناس يتعدي من النادي أو الوفود أو الزيارات اللي بديلنا دي وجهة النادي أن أنت تبقى عاملة حاجة تليق أو تاكس شخصية النادي الأهلي من أول البيت بالزبط يعني أنت شايفة شعار النادي أهلي موجود النسر موجود النادي القرن مكتوبة في الوحة اللي جنب البوابة اللون الأحمر طبعاً اللي بيميز النادي الأهلي الحاجات دي كلها كانت مخطط لها من البداية برضو في البرنامج القائمة لكابتون محمود كان مخطط للكلام ده كله أن احنا نغير الشكل العام بتاع الاسوار وبتاع البوابات واجهة النادي أهلي في السوق في الجزيرة أو مدينة ناصر أو الشيخ زايد وفعلاً احنا في مدينة ناصر عملنا الحمد للبقاء مدينة ناصر كانت رائعة برضو لأن النساء كانوا أخذ بوابة أكتر من رائعة بوابة جميلة جداً وزي أنت ما تقول يا دكتور هو الغرض أنك الناس حتى ماشية من بيعين تقول لك ده هناك ده النادي الأهلي شخصية النادي الأهلي اللون اللوجو بتاع النادي الأهلي حاجة تليق بالكيان وكمان عايزك الجزء كمان مهم جداً صور نادي فرع نادي الجزيرة دي النقطة التانية اللي محرك فيها أنه هو احنا كان فيه يعني شكوين الشكو الأول أن انت بتاعك الشخصية النادي وبتعمل حاجة طريق بالنادي الأهلي وفي المدينة ناصر يمكن فيه النسر وده هيبقى موجود في البوابة بتاعت المعلمين اللي هي البوابة بوابة ناحية المستشفى المعلمين بوابة المعلمين دي إن شاء الله هنشتغل فيها على طول برضو يعني على طول هيبدأ شغل فيها اليومين الجاين إن شاء الله وهتبقى دي وأخذ شكلي عشان ما فيش مساحة كان في البوابة قدام المرصى في النيل ما فيش مساحة أو أن انت كنت هتعمل النسر نشبه فإحنا هنعمل النسر بالشكل المجسم ده زي ما عملنا في مدينة ناصر هنعمله في البوابة بالضبط مع نفس الديزاين بتاع البوابة زي كده ده دي مدينة ناصر تاري هتبقى كده بس البوابة مش هتبقى أخذ الكيرف ده قوي هتبقى زي متعة الجزيرة اللي لسه معمولة النهاردة بس النسر هيكون موجود